اشتركوا في القناة المسيح للمجد ليه اتريد ان تبرأ يعني ممكن برضو احنا نستغرب هل ممكن واحد تمامية واثنين سانعيان وما يبقاش عاوز يخف للأسف ده بيحصل فعلا في الحياة فيه ناس عندها مشاكل واتعاب وقلام لكن ما عنداش ارادة الشفاء والخلاص وما بتاخدش موقف جمد انها تقدر تطلع من اللي هي فيه او تطلب معونة ربنا بقوة بحيث تتحرر وتخلص من الاوجاع بتاعتها فسؤال المسيح للمجد دايما لكل الناس اتريد ان تبرأ ده سؤال طبيعي ربنا بيخاطب ارادة البشر عشان كده بيلاقي الناس اللي خدت احجات حلوة قوي في الكتاب المقدس خدوها نتيجة الاسرار والارادة والصراخ باستمرار يعني مثلا صديق نصف الليل واللاجاجة في الطلب بارتماوس الاعمى صرخ وبعدين لا ما فيش استجابة يقول صرخ اكثر كثيرا حد ما المسيح للمجد قال له ماذا تريد ان افعل بك والمرأة الكنعانية صرخت كتير اول داك الناس كلها حولين المسيح للمجد قال له شوفها دي بتصيح ورقنا وبعدين قال له ليس حسن يؤخذ خبز البنين وطرح الكلاب قايت له حسن يا سيد والكلاب ايضا تأكل من الفتاة الساقط من مائدة اربابها اسرار غير عادي عشان كده ربنا قال له في الاخر يا امرأة عظيم ايمانك وطبعا مثل يعقوب اب الاباء في العهد القديم لما صار انسان او ملاك لحد طلوع الفجر وفي الاخر نال البركة العظيمة من ربنا فدي كلها امثلة على ارادة البشر القوية اللي هي بتصر انها تاخد البركة انها تنال الخلاص دي حاجة بيحترمها ربنا في البشر وربنا بيعيش حاجة غزبا عن حد عشان كده قال له يا ارشاليم يا ارشاليم يا قاتلة الانبياء ورجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ولم تريده وكلنا عارفين الاية المشهورة ما ربنا بقولها انا ده واقف على الباب واقرع انسمة احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي فهنا ربنا يقدر حريتنا كلنا وبيحترم حريتنا موضوع ان احنا نقبل او ما نقبلش موضوع ان احنا نطلب موضوع ان احنا نصر موضوع ان احنا نصرخ موضوع ان احنا نستمر ده مهم جدا ربنا عاوز ارادتنا احنا تتحرك اللي بيخلي الارادة بتاعتنا ما تتحركش فيه اخطر حاجتين بيعوقوا الارادة الانسانية اول حاجة الاشفاق على الذات يعني فيه ناس عيشة في مشاكل عاوزت طول النهار تحكي في المشاكل والناس تشفق عليها وتتلذز ان الناس بتشفق عليها ويحس انه هو تعبان وانا عندي مشاكل كتير ممكن يكون كل اللي حاولي عندهم مشاكل اكتر منه بس هي الاشفاق على الذات ده حاجة صعبة جدا بتخلي الانسان عامل على نفسه خيوط عن كبوت وتاعب نفسه فدي حاجة بتبقى صعبة قوي تفتكروا قصة مارثة ومريم في اقامة العازر اما ربنا وصل بتعانية مريم عادت في البيت واستمرت جالسة في البيت تبقى ربنا رح لها البيت لا ربنا مرضيش يروح لها البيت قصد ان يفضل برة ففي الاخر لقت مفيش فايدة فقامت وثابت بقى الناس اللي بتعزي وثابت كل حاجة وراح تتقابل المسيح ليه ربنا عمل كده عاوز يقول لازم من حقنا نحزن لكن لازم نطلع برة الدايرة شوية تحرك شوية نطلع للمسيح نروح نقول له احنا تعبنين احنا فينا اعلام فينا اوجاع فهنا موضوع ان الانسان يتحرك وياخد موقف عنده ارادة موضوع بيهم ربنا قوي في حياتنا اليومية عشان كده الاشفاق عزاد ده موضوع خطير قوي الحاجة التانية برضو صعبة قوي ان احنا نلقي المسؤولية على الآخرين زي ما الراجل قال ليس ليه انساني والقيني في البركة خلاص انا خلاصي مرتبط بايه بحد هيحلل المشكلة بتاعتي اوه احنا بنفتكر سبب مشاكل اللي حوالي جيراني القريب في العيلة في البيت في كل حتة كل الناس اللي حواليها سبب المشاكل بتاعتي انا انا مغلطتش في حاجة او انا يعني لو اللي حوالي دول تعادلوا مشكلتي هتخلص لا ربنا بيقول لك انا موجود وانا اقدر احل مشكلتك برغم كل شيء وانا اقدر اعمل معاك حاجات كتير اوي بس انت قوم وتحرك وخد الموقف ما تلقيش المسؤولية على حد ما تقولش ليس ليه انسان ليس ليه انسان لكن ليه اله ليه اله ليه اله يخلص يقدر ان يخلص الى الايه الى التمام عشان كده في عبرانين اربعة فيه اربع ايات جمال اوي في اية واحد و 11 14 و 16 اما معلمنا بولس بيقول فلنخف لكن بعدها ايه فلنكتهد فلنتمسك فلنتقدم ففيه هنا كل شوية حاجة قوة من الانسان بيعمل حاجة بيمسك في ربنا اكتر بيجتهد اكتر ويتقدم لقدام اكتر فعشان كده ربنا بيبارك التعب ده لما بطر استعب الليل كله ربنا بارك التعب وجه السمك الكتير كل انسان بياخد موقف مع نفسه ربنا بيبارك اردته وبيديله اكتر جدا مما يطلب او يفتكر لالهنا كل مجد وكرام الابد امين